ومسلسلات كتير وافلام كتير عملتها في الفترات اللي قابلية كانت برضو ومعظم شغلي مع عمر سعد اه معظم شغلي مين عمر سعد؟ حارفة شبه طبعا يعني تحاولي تفتلك كده طيب اي وحمر سعد عمد سعد اه مشتركين في السعد اه فعلا مشتركين في السعد انتو عاملين كده ليه انتو الاثنين لا والله العظيم بسألك انتو عاملين كده ليه يعني انتو الاثنين في البيت ماما كتعملة فيكو ايه لا ماما لا بوسي انا عمر لا عمر عمر انا بحبه لا يا راضي والله العظيم يعني مش بحبه قصدي بلغة الاخوة بحبه يعني هو لو حتى غريب هيبقى قريب ليه في نفس المكان اللي هو فيه دلوقتي لان هو شخص فعلا يعني بجد خطير بيعامل معي حاجات لذيذة قوي وبيعمل معي حاجات جميلة ايوة وانتو صغيرين كان ايه وضعوكو مع الام لا الام طبعا انا ما كانش فيه يعني لغة الفن ما كانتش عندنا واضحة قوي اه يعني ما كانش عندنا ان انا لما قلت مثلا انا عايز اخش معد موسيقى عربية ما كان لش همه قال لك لا لازم تاخد شهادة الاول شهادةك الاول وبعد كده ايه اه تعمل موسيقى العربية وانا ما عملتش كده طبعا دخلت معد موسيقى عربية عمر كان ابتدى يمثل بعد كده برضه وكان الناس مش حاسين يعني مش بيشجعوا بشكل بس انا كنت بدعم وهو دعمني بشكل خاص الله يعني حاسين ان فيه حاجة فيه حاجة لحام كده بينه وبينه فانت مش ببتحتاجش مجهود انك تغني مسلسلاته او يعني تتقمصه في الغنة خالص بقى لا بالذات اه اولا انا بتقمصه بشكل غير عادي ثانيا هو كمان انا كده كده اصلا في حياتي في اي حاجة هو عارف ان انا جاي قبلك يعني اي حاجة هو لازم اكلمه اقوله ان عمر انت بتعمل ايه انا بعمل اغنية كذا ايه رأيك هو يقول لي مثلا على المسلسل فبيقضي يحكيلي 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 فروح انا عامل الاغاني يعني عمري ما عملت له اغاني للمسلسلات الحمد لله احنا كل اغانينا مع بعض نجحت عمري ما عملت له اغاني للمسلسلات وما خدهاش مثلا ولا افلام عملنا مع بعض دكان شحيته وعملنا مع بعض وعملنا ولد فضة وعملنا مع بعض كل الحاجات اللي عملناها عملناها مع بعض يعني كل معظم 80% من شغلي في المسلسلات مع عمر مع عمر فيه غنوة انت عملتها لنفسك في مسلسل وهو خدها بتاعتحك ليه دلوقتي اصلا خدها بكحود ما اقول اصلا خدها والله العظيم انا جدي وانا بسمعه عادي انا بقول له ايه عمر انا عملت اغنية انا بعمل مسلسل اسم وانحنا اطلع بقى اي فعملت اغنية للتتر بتاعه جميلة قوي اسمعها كده اسمعها ايه كان اسمعها ايه كانت ساعتها ادعوا لي في الحرم يا رايحين الحرم العمر الغالي يرجع من بعد ما تفرم الله ساني ما زمعك حتى من اولنك اه جمال بخيط كفك يا دنيا علم عالجتة وعالقفات اشوف حالك ابالم واتشح تفش احتفات ليه تمشي معايا سلبا وابتح لي بني حلبا امتقدوا اكي يا مالبا عالفوا صدوء اتبرم ادعوا لنا في الحرام يا رايحين الحرام العمر الغالي يرجع من بعد ما تفرم من بعد ما تفرم الله ورضو جمال بخيط له طعم يا أخي خطير رهيب خطير وبعدين هو بيتعامل معايا بشكل يعني ايه انا ما ببقاش فاهم يعني ما ببقاش فاهم يعني العمق بتاعه هو اعمق مني كتير قوي يعني انا سطحي عنه شوية فيقعد اقوله طب ايه لازمة المال بنع الفوزدو ايه اللي دخلنا في الحلواني براه بص المعنى انت عتفهمي لأي مش للدرجة يا برد جمال بخيط برد اشترك في بقات واتشة الشهرية 14 جنيه 99 درج وبقات سنوية 14 جنيه 99 درج